بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم المعلمة أمجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية الصف الدراسي ثالث تأهيلي الفصل الدراسي الثاني المادة المهارات المهنية عنوان درسنا لهذا اليوم تغليف وترتيب المنتج ملاحظة مهمة طلابي وطالباتي دروس المهارات المهنية من أهم ما يقدم فيه البرامج المهنية تساعدكم بالعمل بعد المرحلة التأهيلية بإذن الله بالعمل نصنع الحياة الهدف العام التدريب على تغليف وترتيب المنتج الأهداف الخاصة أن يذكر الطالب والطالبة خطوات تغليف المنتج أن يذكر الطالب والطالبة طرق تغليف المنتجات عند الشحن وأن يغلف الطالب والطالبة المنتجات المطلوبة منه المجال المستهدف المهني المجال المساند المهارات الاجتماعية قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أولاً أجهز كتابي وقلمي أستمع لشرح المعلمة أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة إذن قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أجهز كتابي وقلمي أستمع لشرح المعلمة أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة طيب ماذا يعني عنوان درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي تغليف وترتيب المنتجات نتعرف على عنوان درسنا لهذا اليوم تغليف وترتيب المنتجات بقصة قصيرة لطالب اسمه خالد لدي هنا الطالب خالد الطالب خالد تخرج من المرحلة التأهيلية بدأ خالد رحلة البحث عن ماذا؟ عن وظيفة أحسنتم بدأ رحلة البحث عن وظيفة وجد خالد وظيفة بمسمى عامل لتغليف وترتيب المنتجات عامل لتغليف وترتيب المنتجات ها انكشف الستار ماذا تعني؟ ماذا يعني؟ التغليف التغليف ها تغليف يعني ماذا تعني؟ لدي هنا ماذا؟ لدي كرتون الكرتون هذا يعني أنه عناصر التي تكون جزء من المنتج يعني مثلا كرتون ونضع داخله المنتجات هنا هذا الكرتون يسمى ماذا؟ يسمى تغليف طيب تباع معه من أجل الحفاظ على محتوياته يعني مثلا لدي هنا منتج زجاجي أين أضعه؟ أضعه داخل الكرتون لماذا؟ ليحافظ على المنتج ويباع أنه جزء من المنتج يعني ما أبيع المنتج الزجاجي هكذا لا أحطه في ماذا؟ في مواد التغليف اللي هي مثل ماذا؟ مثل الكرتون أحسنتم طلابي وطالباتي طيب لدي هنا أنواع مواد التغليف أنواع مواد التغليف طبعا لها أنواع كثيرة ومتعددة نذكر منها الآن اللي هي مواد الورق مواد ماذا؟ الورق مواد ماذا؟ نراها في الصورة أحسنتم المواد الورقية ممكن استخدامها في تغليف المنتجات ممكن نستخدمها في ماذا؟ نضع داخلها المنتجات لماذا؟ لتحميها وتحافظ عليها طبعا المنتجات الورقية ممكن أن نضع داخلها فواكه خضروات أو حتى منتجات زجاجية ممكن نستخدمها جميعا في مواد التغليف طيب طلابي وطالباتي لدينا الآن تمرين هذا كرت أول مواد مواد التغليف نستطيع استخدامها اللي هي الورق طيب يقول أين مواد الورق في الصورة الموضحة أمامي؟ هذه الصورة؟ رأيناها قبل قليل أم هذه الصورة؟ أين مواد الورق في الصورة؟ ها طلابي أحسنتم إجابة صحيحة المحاط لدي هنا بالدائرة الحمراء من مواد الورق التي تستخدم في ماذا؟ في التغليف مثل تغليف ماذا؟ نضع داخلها ماذا؟ خضروات وفواكه أحسنتم طيب أيضا طلابي من أنواع مواد التغليف اللي هي نراها الآن في الصورة مواد؟ ها؟ ماذا أرى؟ الكرتون أحسنتم مواد الكرتون إذن مواد الكرتون تتعدد أشكالها لدي هنا مربع ودائري طيب مواد الكرتون أستطيع استخدامها في ماذا؟ في الحفاظ على المنتجات الزجاجية أيضا مواد الكرتون تساعدني عند شحن المنتجات تخلينا نحافظ عليها يعني نشحن المنتج هكذا منتج زجاجي؟ لا نضع المنتج هذا داخل الكرتون ونشحنه إذن من أنواع مواد التغليف أيضا طلابي وطالباتي اللي هو الكرتون مختلف أشكالها لدي هنا أرى مربع دائري أيضا مستطيل أحسنتم بالإضافة إلى هنا ماذا؟ هذا ذكرنا أنه نضع فيه بالغالب شاشات التلفاز ونشحنها طيب دي هنا هنا تمرين طلابي وطالباتي أين مواد الكرتون في الصورة؟ ها هذه الصورة مواد كرتون؟ زي ما رأيناها قبل قليل أو هذا؟ هذه الصورة تمثل مواد كرتون؟ أين الإجابة الصحيحة طلابي؟ نفكر نفكر أحسنتم إجابة صحيحة إذن من مواد الكرتون اللي هو المحاط لدي هنا بالدائرة الحمرة أيضا طلابي وطالباتي من أنواع مواد التغليف اللي هو السلوفان ها هذه الصورة تمثل ماذا؟ السلوفان يجي شكله ماذا؟ شكله شفاف طبعا هنا لدي أطعمة طيب ما هي من مواد التغليف اللي هو مثلا تغليف الأطعمة بالإضافة إلى أن نستطيع استخدام السلوفان في تغليف العديد من المنتجات حتى المنتجات الزجاجية الألعاب، الإكسسوارات نستطيع تغليفها بالسلوفان ليحافظ عليها من الكسر والتلف طيب طلابي لدينا هنا تمرين أين السلوفان في الصورة اللي هو منتج من منتجات التغليف ها طلابي نرى الآن في الصورة هذه الصورة تمثل السلوفان؟ أم هذه الصورة؟ ها طلابي ها طلابي طالباتي أين السلوفان في الصورة؟ نفكر أحسنتم هذا هو السلوفان المحاط لديه هنا بالدائرة يكون شكله ماذا؟ شفاف أحسنتم نستخدم في تغليف ماذا؟ الأطعمة ماذا أيضا؟ ها أحسنتم العديد من المنتجات مثل ماذا؟ ماذا ذكرت؟ اكسسوارات أحسنتم؟ منتجات زجاجية أحسنتم؟ أحسنتم طلابي وطالباتي ننتقل الآن إلى كيف أحافظ على المنتجات الزجاجية في الشحن؟ أنا راح أشحن منتج زجاجي من مدينة إلى مدينة أخرى شوفوا لديه هنا مواد زجاجية لديه هنا ماذا؟ مواد أحسنتم زجاجية هذه الزجاجة كيف أستطيع أن أشحنها من مدينة إلى مدينة أخرى من غير أن تنكسر أو تتلف؟ ماذا أفعل؟ طيب الآن نتعرف أين المواد الزجاجية في الصورة؟ أول شيء أبو أشوف أنتم مركزين معاي أم لا؟ ها هذا المنتج منتج زجاجي أم هذا؟ هم؟ أين المواد الزجاجية في الصورة اللي راح نشحنها؟ أحسنتم إجابة صحيحة هذا هو لديه هنا المنتج الزجاجي اللي محاط عليه بالدائرة طيب أنا عشان أشحن هذا المنتج الزجاجي ماذا أفعل؟ أولا أستخدم اللي هو نوع من أنواع مواد التغليب يضعونها داخل العلب اللي هو اسمه حين شوف صورته؟ ها هذا إيش؟ ماذا نرى في الصورة؟ هذا اسمه حشوة الفلين حشوة ماذا؟ الفلين نضع هذه الحشوة الفلين داخل العلب وأيضا نستطيع أن نضعها في الكرتون ونضع فوقه العلبة الزجاجية لتحميه من ماذا؟ من الكسر والتلف عند الشحن إذن أول منتج من مواد التغليف اللي تحافظ لنا على المنتج اللي هي حشوة الفلين ويكون شكلها كذا حبيبات طيب يلا طلابي أين حشوة الفلين في الصورة؟ ها أين حشوة الفلين في الصورة؟ هذه حشوة فلين؟ أم هذا؟ ها حشوة الفلين ذكرتنا حبيبات صغيرة ها أين هي في الصورة طلابي؟ أحسنتم المحاط لديه هنا بالدائرة هو حشوة الفلين ذكرنا أنه يحافظ لي على المنتج عند الشحن طيب أيضا طلابي من أنواع مواد التغليف للحفاظ على المنتج الزجاجي اللي قبله شوي اللي هو رول بلاستيك ناعم ماذا أفعل بهذا الرول؟ بالعادة يكون بهذا الشكل الرول أيضا أستطيع أن أغلف المنتج الزجاجي فيه ليحافظ لي على المنتج من الكسر عند الشحن إذن ثاني منتج لدي هنا اسمه رول بلاستيك ناعم يكون لدي بهذا الشكل نغلف فيه المنتج بشكل كامل طيب ها مركزين طلابي؟ يلا نروح على التمرين أين رول البلاستيك في الصورة؟ نرى الآن في الصورة هذا هو رول البلاستيك؟ اللي ذكرته؟ أم هذا؟ ها أين هو رول البلاستيك؟ ها طلابي يكون شكله شفاف أحسنتم هذا هو لديه هنا رول البلاستيك اللي أضعه على إيش؟ على منتجنا اللي ذكرتها اللي هو الزجاجة أحسنتم يحافظ لي على المنتج من التلف طيب أيضا من المواد اللي أستخدمها في التغليف اللي هو الآن نرى في الصورة ها شايفين هذا الشيء قبل كذا؟ هذا اسمه رول بلاستيك من فقاعات الهواء رول بلاستيك لكن يوجد فيه فقاعات هواء أيضا تحافظ لي على المنتجات كيف أستخدمه؟ أغلف فيه منتجنا الزجاجي اللي يحافظ عليه عند الشحن من الكسر طيب طلابي لديه هنا سؤال يقول أين رول الفقاعات في الصورة؟ ذكرنا فيه فقاعات هذا المنتج؟ أم هذا المنتج؟ ها؟ أين رول الفقاعات في الصورة؟ أحسنتم إجابة صحيحة هذا هو رول الفقاعات اللي نستخدمه للمحافظة على ماذا؟ على المنتجات عند الشحن منتجنا وشو؟ المنتج العلبة الزجاجية طيب يلا الآن لدينا تمرين طلابي هذا لدينا منتج زجاجي هذا ذكرنا كيف أحافظ عليه؟ أبع ماذا؟ أحسنتم في اللين أيضا هذا رول أحسنتم رول الفقاعات أيضا هذا الشريط الشفاف أحسنتم طيب الآن طلابي انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم كان درسنا تغليف وترتيب المنتجات تعرفنا على كيف نغلف منتج زجاجي ونشحن بدون أن يتعرض إلى الكسر أو التلف كنت أنا معكم معلمتكم أمجاد الشهري أراكم بإذن الله في الدرس القادم مع السلامة